الأهلوية كلهم عندهم طبعاً يعني إحنا دايماً متطمنين للأهل حتى وإحنا حاسين إن إحنا مش في أحسن أحوالنا راهنا على الأهل دايماً كبير لكن مساحة الاطمئنان السندي والثقة إحساسي يعني الشخص اللي بشوفه عند الناس إنها أعلى شوية من المواسم اللي قبل كده ليه محقق جمهور النادي الأهل آه طبعاً بنوك لسان طيب للسادة المشاهدين وجمهور مصر وبالأخص جمهور النادي الأهل العظيم في كل مكان ليه محقق يعني جمهور النادي الأهل يتطمن الموسم ده على قدم أنه هو موسم صعب بعدد مبارياته بالمنافسات اللي فيه بالبطولات اللي فيه لكن المؤشرات أو البداية يا أحمد بتدي طمأنينة بتبعت رسائل لجمهور النادي الأهل الزكية المثقفة الوعية اللي بتبدأ بتحس إن فعلا النادي الأهل الموسم ده هيقدم عروض أفضل من المواسم المضيئة وفي نفس الوقت كمان الموسم الماضي كان موسم بالنسبة لنا يعني إنجاز وإعجاز بيحسب الإجاز الفني وإجاز الإدارة الطبي اللي عابين مجلس إدارة النادي الأهلي مستر كولر اللي طبعاً نراهن عليه من البداية وقلنا أن رجل المناسب في المكان المناسب الاختيار الجيد بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهل بي قدت كابتاً محمود الخطيب كولر هو رجل هذه المرحلة وشوفنا أن كولر من أول ما بدأ مشواره مع النادي الأهلي واضح أن الرجل عنده إصرار عنده عزيمة عنده شفافية عنده عدالة عنده علم نفس رياضي بيتعامل به مع لعيبة منتهى الشفافية والغريبة كابتر مهر أنه أنت بتكلم على جماهير دايماً بتقف على الوحدة يعني جمهور النادي الأهلي تبقى كسبان الصبح بطولة أفريقيا وتيجي بالليل تتعدل في مطش مثلاً في الدوري تبقى الدنيا تقوم وبتعودش يعني ما فيش حد وده يمكن واحدة من الحاجات اللي قالها بيتشو موسماني بعد ما راحل أنه في حل الضغط رهيبة أنا بأفوز بمطولة أفريقيا وبروح أكسر الدنيا في كسر عالم وأرجع أخسر مطش في الدوري الدنيا تقوم بتعودش يعني مع الحالة التواهج اللي حصلت كولر فيه إحساس أنه من أول موسم فيه كامية وفيه ثقة حصلت من الجمهور في اسمه مارسل كولر بشكل كبير حتى ردود الأفعال بعد خسارة السوبر ما كانتش مثلاً يعني زي ما حصل قبل كده في أي خسارة النادي الأهلي لأي بطولة تفسيرك لده إيه؟ التفسيري أن المنظومة ككل واضحة وبتشتغل بوضوح وبتنقل الشغل ده الجمهير العظيمة اللي وراه فعشان كده الجمهور عنده ثقة كبيرة جداً في هذه المنظومة آه ضعت بطولة في بداية الموسم يمكن الرجل طلع وتكلم وقال من ضمن الأسباب أنا اللعيبة عدم التركيز الثقة الزائدة عدم احترام الخصم ودي كلها دروس يا أحمد اتنقلت للجمهير المصرية اللي هي عندها وعي جمهير النادي الأهلي عندها وعي بشكل كبير جداً وحس بإحساس هؤلاء اللعبين لكن الأجمل بقى أن النادي الكبير نادي القرن نادي العظيم نادي البطولات ده محطوط تحت استرس هو وجهازه الفني ولعيته وجمهيره على طول لأنه خلاص هو هو اتخلق كده وتحط كده وتنظم على كده وهو اللي عمل الحالة الجميلة اللي موجودة في الكرة المصرية اللي فيها السعادة وفيها الطمأنينة على أداء اللعبت النادي الأهلي إذا كان بالنسبة للمنتخب أو بالنسبة للنادي الأهلي وعاز أرجع أقول لي أحمد أنه كمان حتى بدايتنا واستفادتنا من الدروس اللي احنا أخفقنا فيها أو اللي احنا خسرنا فيها بطولة السوبر انعكست على طول بسرعة على الجهاز الفني واللعابين وده اللي بان في المدش المصري ده اللي بان الشغل اللي الراجل عمله من بداية فترة الإعداد في النمسا ودخول اللعيبة الجدد مع الخبرة مع اللعيبة الأديمة مع المنتخب مع المنتخب اللومبي كل ده دخل يعني لحمة واحدة في سبيل إخراج الشكل اللي احنا شفناه في موراة المصري فموراة المصري يعني كانت رسالة كبيرة جدا لكل الناس النادي الأهلي قادم وقادم بقوة وقادم بتركيز وقادم بتاكتك وقادم بأسلوب لعب جديد زي ما تذكرت حدثت في كلامك واللي بيأكد كده كمان ان ميستر كولر بعد المباراة سان جورج راح بيطب من الجمهير لان فعلا الراجل عنده عروض ودي عروض فعلا موجودة لطلقة مهمة جدا لطلقة هي الجمهير هي اللي نادت على مارسل كولر ومارسل كولر راح له اللي توجه ليهم وبيأكد بيأكد ان أنا موجود مينفعش أسيب النادي الصرحي الكبير ده والانجازات اللي أنا عملتها تاريخ مستر كولر أنا في رأيي حيتبني مع النادي الأهلي من ناحية البطولات لكن أنا طبعا له تاريخ في أوروبا وا 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 لكن البطولات هي اللي بتتكلم فالنهاردة تاريخ النادي الأهلي عامل حالة لأي مدرب يا هناء يا سعده اللي بيشتغل مع هذين المنظومة مع هذين المؤسسة وحتى كمان مع اللعبين والعظام اللي موجودين في هذين مرحلة فهو راح يطمن الجمهور أن أنا قاعد أن أنا باقر مقدرش يسيبكم مقدرش يسيب الشغل الجميل وخليه أتفق أنه أي مدير فني جوه النادي الأهلي هيبقى محط لأنظر ناس كتيرة جد ترجمة نانسي قنقر